بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله هذا السبب الثالث لحدوث الشرك فيأول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها والغلو مجاوزة الحد مدحا أو ذم أقسام الناس تجاه القبور طرفان ووسط قسم غلى فيها بالعبادة وبناء القباب وقسم فرط فيما يجب لها من الاحترام بالجلوس عليها ونبشها والحق الوسط بينهما بأن تحفظ حرمتها ولا يغلى فيها حتى تعبد من دون الله الدليل الأول إلى الرابع روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثانا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والابن جرير بسنده عن سفيانا عن منصور عن مجاهد افرأيتم اللات والعزة قال كان يلدت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلدت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن اشتد غضب الله الغضب صفة حقيقية ثابتة لله لا تماثل غضب المخلوقين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إما بالسجود عليها أو بناء المساجد عليها هل استجيب لدعائه صلى الله عليه وسلم بألا يجعل قبره وثنا يعبد أم اقتضت حكمة الله غير ذلك قال ابن القيم رحمه الله إن الله استجاب له فلم يذكر أن قبره جعل وثنا بل إنه حمي بثلاثة جدران فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه ولكن لم يصلوا إلى حد جعل قبره وثنا أفرأيتم أي ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج السويق شعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر ويقدمونه للحجاج السرج جمع سراج أي توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب وكذلك اتخاذ المساجد والسرج عليها للعن فاعله أقسام زيارة القبور أولا شرعية لا يشد لها الرحل وينوي بها تذكر الدار الآخرة والدعاء له وللأموات ثانيا فإنها دعاء الأموات فهي زيارة شركية ثالثا وإنها دعاء الله عند الأموات فزيارة بدعية المسائل الأولى تفسير الأوثان وهي ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرا أو غيره الثانية تفسير العبادة وهي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاءا ومحبة وتعظيما الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية التاسعة لعنه زوارات القبور العاشرة لعنه من أسرجها مسألة مهمة الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات مسألة المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها فالقبر قريب منها فتقف وتسلم ولا مانع فيه والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال ولألا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر